في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر عام 1968 تم الانتهاء من أعمال نقل معبد أبو سنبل الذي بناه الملك رمسيس الثاني والذي يعد من أهم المواقع الأثرية لارتباطه بظاهرة تعامل الشمس على وجه رمسيس الثاني في العام هذا ويتميز المعبد بتصميم معماري فريد حيث نحتت الواجهة في الصخر وزينت بأربعة تماثيل ضخمة في الثاني والعشرين من سبتمبر عام 1968 تم الانتهاء من أعمال نقل معبد أبو سنبل الذي بناه الملك رمسيس الثاني في عام 1250 قبل الميلاد والذي يعد من أهم المواقع الأثرية لارتباطه بظاهرة تعامل الشمس على وجه تمثال الفرعون رمسيس الثاني مرتين في السنة تواثق الأولى ذكرى يوم ميلاده الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر والأخرى يوم الثاني والعشرين من فبراير ذكرى يوم تتويجه يتميز المعبد بتصميم معمري فريد حيث نحتت واجهته في الصخر وزينت بأربعة تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني يصل طول الواحد منها إلى نحو عشرين مترا وتمثالين لزوجته نيفرتاري ويلي الواجهة ممر يؤدي إلى داخل المعبد الذي نحت في الصخر أيضا بعمق ثمانية وأربعين مترا وزينت جدرانه بنقوش تسجل انتصارات الملك وغزواته بالإضافة إلى النقوش الدينية يتكون معبد أبو سيمبل من معبدين نحت في الصخر ويسميان في العادة معبد أبو سيمبل الكبير ومعبد أبو سيمبل الصغير وأطلق اسم أبو سيمبل على هذا الموقع الرحالة السويسرية يوهان بوركهارت ونحت معبد أبو سيمبل بهضبة مرتفعة من الحجر الرملي على بعد أربعة كيلو مترات جنوب موقعهما الحالي الذي نقل إليه في حملة إنقاذ آثار النوبة بعد إنشاء السد العالي في عام 1960 وكان من الضروري نقل المعابد لتجنب تعرضها للغرق وذلك خلال إنشاء بحيرة ناصر وخزان المياه الاصطناعي الضخم يعتبر نقل معبد أبو سيمبل واحداً من أعظم الأعمال في الهندسة الأثرية وتكلفت هذه العملية أربعين مليون دولار بين عامي 1964 و1968 ترجمة نانسي قنقر